موسيقى الانسان لا يستطيع ان ينام متى ما احب او يستيقظ متى ما احب لا لان هنالك توقيتا معينا حدده له الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول الفقهاء ان الانسان اذا كان يعلم ان سهره بالليل يؤدي الى تفويت صلاة الصبح فسهره محل اشكال لان هذا السهر يؤدي الى تفويت الواجب في وقته اذا كانت القضية متوقفة على ان ينام مبكرا فيجب عليها ان ينام مبكرا واذا كانت القضية متوقفة على ان يستخدم بعض المقدمات لكي يكون يقظا في ذلك الوقت يعني يحتاج الى منبه مثلا او يحتاج الى ان يتفق مع صديق له على ان يوقظه في ذلك الوقت يجب عليه ذلك لان هذه مقدمات وجودية لوجود الواجب في وقته هذا التوقيت مهم ولذلك نرى ان اعباءنا اجدادنا الشباب المتدين الان الذين يسيرون على منهج الاباء والاجداد هؤلاء الشباب ينامون في اول الوقت كما هو المحبوب كما كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة الامة صلوات الله عليه كانوا ينامون مبكرا ويستيقظون مبكرا وهذا هو المنهج الذي وضعه الله تعالى للكوم كما كان يقول احد المؤمنين عندما يأتي الظلام يعني اذهب ونم هذا معناه الظلام مو معناة ان تشعل المصابيح الكهربائية وتسهر الى الصباح الظلام يعني روح ونام هذا معناه والنور يعني استيقظ هذا خلاف المنهج الطبيعي ان الانسان يستيقظ الى وقت متأخر في الليل وينام في النهار هذا خلاف المنهج الذي وضعه الله لهذا الكون وخلاف الطريقة التي كان يسير عليها المؤمنون المؤمنون كانوا ينامون في اول الليل وكانوا يستيقظون المتدينين الملتزمين المقيدين جعلنا الله منهم كانوا يستيقظون في السحر وبالاسحار هم يستغفرون اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة